ناري وقرحتي وسباب لقلب الحسينة يسيلي عراث تيق خرج قياة ماشي مع تريق لقيت ورايا حملنا يسيلي تندخل الصد عليا مارد في الملاح بحال ومكمول زينا يسيلي عمو الشفت وعيني مارد في الملاح الحال ونكمل زي ما يزيدي عن وجه بتوعيني مارد في الملاح الحال ونكمل زي ما يزيدي عن وجه بتوعيني مارد في الملاح الحال ونكمل زي ما يزيدي عن وجه بتوعيني مارد في الملاح الحال من حجب الشفر نجاله روحي بنات مري ذايا مارد في الملاح الحال والخبز دلي يداله والخلية عذابي يشايا مارد في الملاح الحال مارد في الملاح الحال الناس الحال مارد في الملاح الحال مارد في الملاح الحال ونكمل زي ما يزيدي وشفت وعاية مليار طبيان لقيت زين ويسحى وشفت ونفت لي يا راوي قلمي وخاضرين يا يسبا ونسيبت لهنا لطاوي الورد افتاح بيض احمى بيض الدول بها الحسناوي شوف الوسود عينه تنحى بسام لحظ الكتناوي بسام لحظ العين كم النعشيق ممتع كم النعشيق ممتع كم النمتلت في الحين تبذق قلبي ينسى موسيقى 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 وملم حسن الباية قارد في اللعبة حالو مكمو ومزينة عموج شفت وعيني موسيقى موسيقى قبل القرس اللي عنه بس هم بحظو بك موسيقى بحروف سيفت بحسو بجمل صورة واتفل موسيقى 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 يوم رضى علي يا خيلي حتى صرت بمرونا مرة وانقلي يهل الحال خلي واني فحالي مرجع تعود الفصال يوم وليالي الله در من قامات باب الصبر بحالي باب الصبر لي أهل المجد لفنازين ومحاين الغرام قوية وغنبنا سايبته والعاشقين عذراوي وعذراوي ماريت في الهب حالومك موزين موج شفت وعيني ماريت في الهب حالومك موزين موج شفت وعيني ماريت في الملاحة حالومك موزين موج شفت وعيني يا رسول الله يا حبيب الله كيف نجيت عند القصر الهرمي يا حبيب الله كيف نجيت عند القصر الهرمي يا حبيب الله كيف نجيت عند القصر يا صحب شقع المجد خوفي بزلتينة مرمد يوم الوقوف عند الله عاري عليك يا محمد عار لغلام على مولاه يا رسول الله يا حبيب الله كيف نجيت عند القصر الهرمي يا رسول الله كيف نجيت عند القصر الهرمي يا حبيب الله صلوا على الرسول الذي عيني الوجود محمد تاجي الكرامي سيد السيد سيدي وسيد خلق الله مدهنا مدهو نشابي حتى نصير عند الله يا رسول الله يا حبيب الله كيف نجيت عند القصر الهرمي يا رسول الله كيف نجيت عند القصر الهرمي يا حبيب الله محمد بن مسايب مدحك للناس يفتخور بشعر في الخلد ديرنا جيانك يا سعد منك ضم الله سبحانا ربنا لنصرك وعفالك الفضل والجاة يا رسول الله يا حبيب الله كيف نجيت عند القصر الهرمي يا رسول الله كيف نجيت عند القصر الهرمي يا حبيب الله نبتدى قولي بسم الله والصلاة على رسول الله يا عظيم للصلاة والجاة تخير ضمن القصر فرحي يا ربي بالصلاة على محمد لنفرحي يا سيب الجاسي لنا محمد الصلاة على رسول الله عدد ما في أرض السماء عدد ما هو في ملك الله ما يعلم بي إلا الوعى فرحي يا ربي بالصلاة على محمد لنفرحي يا سيب الجاسي لنا محمد موسيقى لذنا يا محيل وزار نتنا من نار مدعا موسيقى لذنا يا محيل وزار نتنا وزار نتنا وزار نتنا وزار نتنا وزار نتنا فرحي يا ربي بالصلاة على محمد لنفرحي يا سيب الجاسي لنا محمد موسيقى 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 وأتشرف بدعوة السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي رح تقدم لك مجموعة من الكتب القيمة موشحة بالألوان الوطنية أعطونا تحية كبيرة للسيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي تبدأ سلسلة التكريمات بتكريم المين سعديما أخصر للذكرى لأهل الصحفة والآلام وصفحة رسمية لوزارة الثقافة والفنون وصفحة المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي شكرا لكم سيدتي الوزيرة وشكرا للمين سعدي بارك الله فيك شكرا لجوق الموسيقي طونا تحية كبيرة على الأساتذة وقائد الجوق الأستاذ لهادي العنقة سيدتي سادتي الطبعة الثلاث عشر للمهرجان مهدات لروح واحد من شيوخ أغنية الشعبي الراحل الشيخ الحاجم نور وتكريما لثلاث مدارس ثلاث شيوخ كل من شيخنا عبد الرحمن القبي تحية كبيرة عليه مفضلكم رب يطول في عمرك إن شاء الله الشيخ كامال بورديب كذلك تحية كبيرة عليه وكذلك الشيخ مهدي طماش تحية كبيرة لشيخنا مهدي طماش بوسط حضور كبير لأسماء فنية ووجوه ثقافية إذن بالإضافة إلى سلسلة التكريمات التي تتخلل هذه المراسم سنتابع العديد من البرتريهات بورتريهات قامت محافظة المهرجان الثقافية الوطنية لأغنية الشعبي بإعدادها ونبدأ ببورتري فيلم وثائقي حول سيرة ومسيطة بعد مرحلة دراسية عادية بدأ كامال بورديب يستلهم تلك الألحان والنغمة المفعمة بالحب والاحترام من طرفي مثله الأعلى الشيخ الحاج محمد العنقى وبعد سنتين من التكوين 1973 و 1974 إلى جانب كثير من أصدقائه بالمحهد البلدي للموسيقى بالعاصمة تحت إشراف الشيخ محمد العنقى استطاع أن يحفظ قصائد من التراث الشعبي في فترة وجزا موسيقى وبعد أن كان والده معارضا لنشاط هذا عاد إلى تشجيعه وتوجيهه إلى اختيار الغوص في قصائد الشعر الملحون للشيخ الكبير سيدي الأخضر بن خلوف لكن الجمهور العريض لم يتعرف عليه إلا في سنة 1983 قائلا في كل مرة أنه من الصعب التصالح مع النفس من أجل نقل وتمجيد رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الموقف المثالي هو الذي منحه صفة الشيخ بأتم معنى الكلمة موسيقى ومن أجل هذا كلف نفسه التنقل إلى مصدر الشعر الملحون وبالضبط إلى ظريح سيدي الأخضر بن خلوف وعائلته التي تحيط به على بعد 50 كم شرق مدينة مستغانة وهناك تمكن من الإطلاع على أشهر القصائد الشعرية المستقات من الأدب الشعبي الجزائري منذ القرن السادس عشر موسيقى وباغترافه من هذا المنبع الصافي للهوية والشخصية التاريخية أصبح سيدي الخضر بن خلوف مثله الأعلى الثاني بعد أن جعله يدرك أن الأشياء المادية الدنيوية ما هي إلا مظاهر جوفاء زائلة وشيئا فشيئا استطاع أن يجمع جمهورا غفيرا حول طابعه الغنائي بعد أن تسلح بكثير من الهدوء والعزيمة والجدية موسيقى لم يتوقف بعدها عن التدرج في سلم الشهرة بين استحسان فنه حينا وانتقاده حينا آخر لكنه بقي متمسكا بقناعاته وقد كتب له صديقه ورفيق دربه الشيخ زروق ضغفالي نصوصا تليق بالتزامه وذوقه الرفيع كما تمكن من الدراسة العميقة والمستفضة لشيوخ الملحون أمثال سيد الخضر بن خلوف قدر بن سليمان عبد القادر بن طبجي محمد بن اسماعيل قدر العالمي ومحمد بن سعيد دوما أشهر قصائد الملحون الجزائري وبها استطاع أن يثرق موسى التراث الشعبي اللامادي بتحاف فنية رائعة كما كان يقول دوما أن جمهوره لا يتكون إلا من الذواقين والعارفين للفن الراقي الأصيل والذين طالما كانوا أوفياء له بحضور كل حفلاته والوقوف إلى جانبه بكل حب ومودة ومن جهته لم يبخل أبدا بالنزول عند رغبات محبيه والمولعين بطابعه الغنائي خلال الحفلات العائلية بكل جدية واحترام دوما نبغى في القول الصادة على الرسول والدين والعلم المقبول صلي على الحبيب نبينا على الحبيب نحبه ننوم نعلمه ننفع به مع أمه ورغم الظروف البأساوية التي مرت بها الجزائر بقي الشيخ كمال بورديب الوحيد الذي تحدى كل الممنوعات متحملا بكل شجاعة مسؤولياته الكاملة في نشر فنه الأصيل مع العلم أن جهده انصب على تكوين الفنانين الشباب الذين سيقومون بالحفاظ على هذا الموروث الثمين ونقله للأجيال اللاحقة مصرحا بذلك عند كل لقاء أتيح له شكرا لمحافظة المهرجان على هذا الوثائق حول سيرة ومسيرة المكرم في هذه الدورة كمال بورديب المهرجان يحظى برعاية وشراف السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي حضر معنا هذا المساء وستشرف على تكريم أكيد الأسماء التي قدمت الكثير لأغنية الشعبي وكذلك سنتوج أصحاب المراتب الأولى في المهرجان المنظم من طرف محافظة المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي على رأس المحافظة الأستاذ عبد القدر بن دعماش بمساهمة كل من قصر الثقافة مفدي زكريا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحهد الوطني العالي للموسيقى القرض الشعبي الوطني سونالغاز الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر المكتبة الوطنية الجزائرية والمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم الإنسان والتاريخ أغنية الشعبي أكيد هي كلمات هي إحساس هي أداء كذلك هي موسيقى في الكثير من الأحيان هناك موسيقى لأغاني بقية خالدة الأستاذ عبدالهادي العنقى رح يذكرنا بموسيقى أو اثنين لأغاني أكيد الكل يحفظها ويعرفها تحية كبيرة من فضلكم للجوق الموسيقي بقيادة الأستاذ عبدالهادي العنقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بدأ تعليمه من الطور الإتدائي إلى الطور المتوسط إلى غاية السنة الثانية قبل أن يغادر مقاعد الدراسة ويقتحم عالم الشغل بميناء الجزائر كعون في العبور خلال هذه المرحلة من سنوات الخمسينيات بدأ يكتشف ولعه الكبير بأغنية الشعبي خاصة وهو يحضر تلك الصهرات العائلية التي كان يحييها شيوخ بارعون أمثال الشيخ حسن السعيد وحمدان قبيلي هذا الأخير الذي اكتشف ولعه الكبير بالموسيقى فأهداه آلة موندون هذه الآلة السحرية التي استطاعت وحدها أن تملك قلوب الجزائريين بنغماتها المتميزة استعمالها عبد الرحمن أحسن استعمال بعصفه لألحان كان قد خزنها في ذاكرته من قبل أهم حنتي قواتي وطاك شرابي من لبا وانا عيش وانا ارفد تلهمت كأن دالي المكتور والضربة نمشي نغنى مما غنبت عرب وعجر وبمرافقة من بعض أصدقائه وخاله قد دور على آلة الدربوكا كان له أول لقاء مع الجمهور بمناسبة حفلة عائلية بمدينة رويبة خلال صيف 1966 تركمت في ذهنه أصوات وألحان عدة شيوخ أنذاك أمثال حسن السعيد وجمع العنقيز والحاج محمد العنقاء الذين ترسخت نصوصهم في صوته الشاب المتميز إلى أن استطاع أن يصنع لنفسه طابعا فريدا حيث كانت سنة 1967 هي سنة إثبات الوجود حيث تم استضافته في حصة موسيقية إذاية من تقديم الحاج زهر عبداللطيف وأدى يومها أغنية من السجل الموسيقي للشيخ حسن السعيد تحت عنوان اللي أعطاه ربي ووزن حديثه من كلمات الحاج الحبيب حشلاف وتلحين الحداد الجيلال ياللي زينك زينة دين أجمني برضك روح راح بي حبيبة لم تلك عندي محبوب ما عندي محبوب ياللي ريت الحب الصعيب والمحبة فيها للعاشقين والمصيبة ثم ما لبث عبدالرحم القبي أن التقى بالموسيقار الكبير محبوب صفرباتي الذي فرض نفسه على الساحة الفنية خلال هذه الفترة من سنوات السبعينيات حيث أصبح الأستوديو الخاص به في شارع زابانا مقصدا يحلم به الفنانين الذين يبحثون عن الظهور كتب ولحن له عنوانين هما ذكر المرة ولوم الشوق والذين تم تسجيلهما في استوانة 45 لفة وبثهما التلفزيون الجزائري عبر تقنية البلايباك في سنة 1971 كما تمت استضافته بالتلفزيون خلال حوالي 20 عرضا فنيا إضافة إلى إنتاج 20 شريط كاسات وستة أقراص مغغوطة خلال مسيرته الفنية كان يمكن احتراما كبيرا للشيخ سيدي الأخضر بن خلوف على غرار شعراء الملحون الأمرين ما أعطاه الظلية في اختياره ضمن الفنانين المدعوين خلال ثمانية أعوام متتالية بمناسبة حفلة تكريم بظريح هذا الشاعر الكبير عسل ماي وخالعي بسم الله وبيك النبدة حبك في سلطان تسدي مع زك يا عينة وحدة مثل الله حلق بيه تسدي بني شهدنا فوق شهدنا يا محمد أنت سيديك شعال عزيزي يا عينة وحدة مشوار يستحق أكيد كل التقدير والعرفان شكرا لمعارضة المهرجان الثقافية الوطني لأونية الشابي شكرا لوزارة الثقافة والفنون سنعيش مراسم التكريم بعد قليل هذه الدورة مهدات لروح شيخ حاجم نور وتكريما لكل من الأساتذة الأفاضل والشيوخ عبد الرحمن القبي كمال بورديب ومهدي طماش بعد قليل سنتابع كذلك وثائقي حول سيرة ومسيرة الشيخ مهدي طماش يستحق تحية كبيرة كذلك من فضلكم الشيخ طماش بعد قليل أكيد في مراسم الاختتام بالإضافة إلى التكريم والتتويج استمعنا إلى الموسيقى الآن نستمع إلى الكلمة الكلمة كذلك لها أهمية كبيرة في قصائد الشعبي نتحدث اليوم عن الشعر الملحون ويحضر معنا شيخ من الشيوخ الشعبي وكذلك شاعر من الشعراء الملحون يتفضل جمال فضيل تحت تحيتكم لإلقاء شعري شكرا للمشاهدة تحيتكم وصحر الله لكم بسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في صلاة وقال يا احبابي اربي الكريم ما تخيب يمحي الوزار من القليب تبر ذاته من العطابي وفعال الشر ريبة اه علي افنان حابي من حر الشوق والهيب حبيبي ساكن القليب شريف مطهر النسابي مثل العذنان عاربة الفكرة حطار يا اصحاب الفكرة حطار يا اصحاب واشتاق القلب الحنين اسكن في مهجتي وصاب اسكن في مهجتي وصاب عروق القلب واجدين اه علي من العذاب اه علي من العذاب اه علي من العذاب قلب اللي يحب قلب اللي يحب مايلو راحا وفكارو مغيبة مره مره نقول يهدف مره مره نقول يهدف عني بغتا دون ريبة مره يتشوق القليبة مره تزداد نار شوقي نرجى من نوم خاطبة مره نحمق عن حماقي نسكن في ساعتي مريبة منهم البعد والمعيبة مره تزداد نار ذاتي ودواخ الهام خربة هذا حالي مع حبيبي هذا حالي مع حبيبي ما مثلو حد فنصيب ما ننقض عهد للحبيب عهدت وعهد حقه وفي ماني منقوم كذا قدر لي يا غرامولتي قدر لي يا غرامولتي يالله العالم الحكيم طالتي هاني لاش تشفي تاوي جسمي من السقيم اسقيني شرب بيه نشفي علي ويزول ذي الغتييم أرامي مولوع والولاعة بانت من داخلي عجيب في سياري ساكنة رهيب حبك فوق العباد فرد وحدود وان المحاسبة اسقي من كاسك المختم مولوع بهاك يا مونيب لا يضمأ بعدها مذيب يوم انتضح العباد ترجف حتى الولدان شايبا قدر لي ربناك تابي ينقضي فيه بالنصيب بلعف ويزول كل عيب من طلبك من طلبك حق له وجابي عاهته بالمجاوبة جاوبني يا الكريم ربي جاوبني يا الكريم ربي باسمك العظيم يا موجيب وش فيني قلت يا طبيب ما هناك يكون فيه طرابي نفسي في الطيب طيبة بعظيم الخلق والخلق احمد الهاشم يا الرسول بالفاتحي لي ما غلق نترجى منك القبول بالخاتمي لي ما سبق تلطف في الهول والمهول ذاك اليوم العظيم هولو جهنم نارها لهيب خاطبها ربنا خطيب انت لأتي انت لأتي تقول له زيلي من ناس نكذبا لطفك ربي لطف خافي ألطف بينا من العديب ما نشفى نار لا لهيب نسعد ولا نذوق شقوان الملاك تقول مرحبا هذا يوم الوعيد يفرح هذا يوم الوعيد يفرح بيه المؤمن بكل طيب لا خوف عليه لا كريب اخوان متقابلين فوق الارائي كلم ذهبا ولدان مخلدين طوف عليهم بكيوس من الذهيب وفواكه نوع من الرطيب وما تشتهي النفس من لحمة طير وحور سلبا تُلّا للسبق الأول قِلّا للسبق الأخير يسعدوا منه عول ثاني في الذكر مستابر بالقول وفعل وعمل صابر لله منتظر وصحابه لليمين غنموا في صدر وطلح يلبيب والظل وما هاسكيب وفواكه جم ليس تُمنع ولا تقطع مقربا في قول الله في قول الله يوم يوقع هذا مذكور في الكتير انظر في الواقعات صيد انحدث به سامعيت من المشارقة والمغاربة انا العبد الضعيف ارحمني يا سطار كل عيد ارامي في سجيتي طليب وارحم الاسلام كافة ملة محمد قاطبة نوضح الحروف نوضح الحروف فوضي للكنية قال في الصوير والآسم لاحمن قريب عشر رلّام زيد ميمو آلف ولا مراكبة امسلم للأديب شيخي فيروب دوايح وخصيد من نوم استلهم الوهيب الحاج من ناد الجيلالي شربي من نوم أدبا طاه عدي يا فنان حبيب من حر الشوق والأديب حبيبي ساكن القليب شريف مطهر النسابي نسمي العدلان عالبا الصلاة والسلام على سيدنا محمد نبينا وشفيعنا محمدنا وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا جمال فضيل سنضيف المعارفة الكثيرة مجموعة من الكتب القيمة مهدات من طرف محافظة المهرجان وأسعد بدعوة واحد من المساهمين في هذا المهرجان المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأستاذ سمير تعاليبي تحت تحياتكم يتفضل معنا ونشكر من خلالكم الديوان الوطني مهدات للشعر والشيخ جمال فضيل شكرا أستاذ سمير تعاليبي المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وشكرا لشيخنا جمال فضيل بارك الله فيك أتك الصحة نوصل سيدتي سادتي هذه الأجواء ونقترب شيئا فشيئا إلى التعرف على قرارات لجنة التحكيم أين الحسنوات والفرسان يترقبون النتائج وقبل ذلك وقف أخرى لتكريم واحد من شيوخ أغنية الشعبي شارك معنا خلال هذه الطبعة من خلال أداء رائع صوت حضور قيمة وقامة فنية الشيخ مهدي طماش تحت تحيتكم نتابع هذا الشريط الوثائقي حول سيرة ومسيرة الشيخ مهدي طماش موسيقى 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 من موسيقى موسيقى ولد أحد أحمدت أغنية وموسيقى الشابي الشيخ المهدي طماش أي العضاء موسيقى وصل لمهدي طماش تكوينه في قسم الشيخ الحاج محمد العنقى إلى غاية سنة 1975 بالكثير من الاهتمام الجدية والعزيمة السنة التي ولج فيها إلى عالم الفن الشعبي إلى جانب العديد من الأسماء الفنية المفهمة بالطريقة العنقاوية أمثال الشيخ الحاج بوجمال عنقيس الشيخ عمر العشاب الشيخ أحسن السعيد الشيخ عمر الزاهي موسيقى أخذ الشيخ المهدي طماش كشيخه الحاج محمد العنقى مهمة الحفاظ على منصوص الشعرية كونها المحرك الأساسي لهذا النوع الموسيقي الراحي باحترامه الأشعار الموزونة والإيقاع الموسيقي هذا ويعد الشيخ المهدي طماش من أبرز تلامذة الحاج محمد العنقى بوفائه للنوع الموسيقي العنقاوي بفضل صوته وبراعة عزفه على الموندول تلك الآلة التي ابتكرها شيخه وأصبح ترمز أغنية الشعبي بامتياز وكان أول ظهور للشيخ المهدي طماش في قاعة الأطلس رفقة جوق الموسيقي متكون من تلاميذ الشيخ الحاج محمد العنقى أبدع يومها في أداء صيد وينسادي من نظم شيخه كما سجل كذلك العديد من الوصلات الغنائية بالتلفزيون الجزائري مع جوق الشيخ كندراني بالإضافة إلى ذلك شارك في عدة جوالات فنية جمعته بفنانين كبار أمثال شريف قرطبي، معضي البشير، رابح درياسة، محمد العماري وآخرين ولا يزال الشيخ المهدي طماش إلى يومنا هذا يزاول مهمته في الحفاظ على الموروث الثقافي لأغنية الشعب من خلال العروض الفنية والحفلات الرسمية والعائلية أطل الله في عمره ورزقه الصحة والعافية لمواصلة مشواره المحترم جدا شكرا جزيلا مرة أخرى لمحافظة المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبية على رأسها الأستاذ عبدالقادر بن داماج بحوث تقارير كده بيحتبقى للتاريخ بورتريهاد أفلام وثائقية رغم قصارها لكن تروي قصة شيوخ قدموا الكثير من فضلكم تحية لأستاذ شيخ مهدي طماش مكرم في هذه الدورة مباشرة سيدتي سادتي مشاهدين في كل مكان عبر الصفحة الرسمية للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعب نبدأ بمراصم التكريم بداية أكرم شيخنا عبدالرحمن القبي أتشرف بدعوة السيدة الوزيرة بمعاية السيدة المحافظ للإشراف على مراسم التكريم وأطلب تحية كبيرة من طرف السيدات والسادة الحضور لشيخنا عبدالرحمن القبي دورة ثالث عشر للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعب نكرم فيها الشيخ عبدالرحمن القبي بحضور راعية المهرجان السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي بمعاية الأستاذ عبدالقادر بن دعماش محافظ المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعب مع تحية كبيرة من طرف السيدات والسادة الحضور شهادة تقدير بالإضافة إلى درع تكريمي يمثل عربون المحبة والتقدير لقامة فنية جزائرية وسفير من صفراء أغنية الشعبي بالإضافة إلى باقة من الورود ومجموعة من الكتب القيمة مهداد من طرف محافظة المهرجان الذي يحظى برعاية السيدة الوزيرة صورة للذكرى لوسائل الإعلام وصفحة رسمية لوزارة الثقافة والفنون وكذلك صفحة المهرجان وقبل أن نمر إلى التكريم الثاني شيخنا القبير ربما تقلنا كلمة أشكر السيدة الوزيرة وعبتقدر بن دعمش على التكريم هذا لا أتوقع نقولكم صحة لكن أشكركم ربما أشكركم يبقى معنا السيدة الوزيرة يبقى معنا الأسادة بن دعمش وطنة تحية كبيرة لأساد عبد الرحمن القبي وربي طول في عمرك إن شاء الله جميل أن نكرم الفنان وهو حي يرزق ونتمنى له طول العمر يا رب نكرم بنفس الحفاوة بنفس التقدير بنفس الحب بنفس العرفان الشيخ مهدي طماش يتفضل تحت تحيتكم شيخنا المهدي طماش كذلك قام فنية وقيمة إنسانية تحية كبيرة لشيخنا المهدي طماش شرف كبير أن يحضر معنا واحد من تلامذة عميد أغنية شابي الحاج محمد العنقر برحمه الذي أصبح بمرور الوقت أستاذ في حد ذاته ومدرسة ومنارة يهتدي بها أكيد الشباب المهدي طماش يتسلم شهادة تقدير ودرع تكريمي بالإضافة إلى باقة من الورود ومجموعة من الكتب القيمة تكريماً لسيرة ومسيرة الشيخ المهدي طماش نسمع تحية كبيرة شيخنا المهدي طماش الذي يتسلم هو الآخر باقة من الورود ومجموعة من الكتب وأخذ صورة للذكرى في مراسم اختتام هذا المهرجان الرائع الشيخ نعربي طول في عمرك وبرك الله فيك كلمة بمناسبة هذا التكريم هذه جدني صدفة والله ما لا بليقة هذه سيربريز بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة ونتمنا إن شاء الله طوال عمر بارك الله فيك شعب تقدر وبرك الله فيك سيدة ونزيرة ونتمنا إن شاء الله نزل الحمد لله الله يريد لفكينا الله يريد لفكينا وعم هنا يا حاضرين و أربي وفقكم هذا مكان تمناكم الصحة والعالم الله يسمي ياسم وأكيد هذا الشباب بكم أكيد رح يتعلم الكثير تحية أستاذ المهدي طمش تبقى معنا السيدة الوزيرة وسيدة المحافظ نكرم كذلك الشيخ كمال بورديب يغيب عن مراصم الاختتام ويتسلم التكريم نيابة عنه السيد إسماعيل إنزارن مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون على أن يصل التكريم أكيد للشيخ كمال بورديب يتسلم التكريم الأستاذ إسماعيل إنزارن مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون ونحيي من خلال الصفحة الرسمية للمهرجان الثقافي الوطني لأغني شيخنا كمال بورديب المكرم في هذه الدورة المهداد كذلك للشيخ حاج منور بالإضافة إلى مجموعة من الكتب القيمة من الورود ستصل أكيد للمكرم في الدورة الثالث عشر الشيخ كمال بورديب شكراً نتمنى له أكيد الشفاء العاجل شكراً أستاذ إسماعيل سيد الوزيرة نزيده طلبه منك فضلاً تبقى معنا وسيد المحافظ الآن نكرم من تهتم بأدق تفاصيل المثقف والفنان رعية المهرجانات رعية الثقافة رعية الفن في الجزائر السيدة وزيرة الثقافة والفنون تستحقين كل التقدير والعرفان والكل يتابع ويلاحظ اهتمامكم الشخصي والمتابعة الدائمة لشؤون المثقف لشؤون الفنان الاهتمام بالثقافة الجزائرية التي تخطو خطوات عملاقة نحو العالمية والحفاظ على الثقافة الجزائرية درع تكريمي للسيدة وزيرة الثقافة والفنون على رعايتها الكريمة للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي شكراً جزيلاً لكم شكراً لسيد المحافظ شكراً لسيدة الوزيرة بعد مراسم التكريم نمر سيداتي سادتي إلى محطة التتويج عشنا معكم سهرات رمضانية تنفس فيها أكيد أصوات شبانية حسنوات وفرسان وآن الأوان لتعرف على صاحبات أو أصحاب المراتب الثلاثة الأولى أدعو أمامكم سيداتي سادتي أعضاء لجنة التحكيم الموقرة الأستاذ مصطفى بوعافيا الأستاذ خالد شهلال يسين الأستاذ سيدة علي دريس الأستاذ عبد القادر رزق الله ويغيب عنا الأستاذ ناصر مقدد تفضلوا معي أعضاء لجنة التحكيم لازم شوفكم اليوم ونيابة عن أعضاء لجنة التحكيم يتفضل مقرر لجنة التحكيم الأستاذ خالد شهلال يسين بقراءة مقرر لجنة التحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم رئيس لجنة التحكيم وبتكليف منه ونيابة عن جميع أعضائها أقول لكم فالصحاب تركم ورمضان كريم بعد هذا الجو الرمضاني وهذه الصهارات الجميلة تنتهي المسابقة الوطنية لأغنية الشعب المنذرجة في فضاء المهرجان الوطني لأغنية الشعب في طبعته الثالثة عشر الممتدة من 28 مارس إلى الفاتح أبريل ٢٠٤ تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي وكانت هذه المسابقة تحت إشراف لجنة التحكيم متكونة من السادة السيد مصطفى أبو عافية الرئيس والسيد ناصر مقداد اللي غايب عنا في لأسباب والسيد سيد علي دريس والسيد سيد عبد قادر رسك الله والسيد خالد ياسين شهلت مقرف حيث عكفت هذه اللجنة منذ تنصيبها على تقييم مترشحين وعددهم سبعة عشر مترشحاً من إثنى عشر ولاية تم انتقاؤهم في مرحلة أولى حيث تابع المؤهلون دروساً في شتى مواضيع أغنية الشعبي سواء في بعدها الفني أو الأدبي وكذا قوانين مجريات المسابقة من طرف أساتذة مختصين وذلك في الفترة الممتدة ما بين تسعة وعشرين فيفري إلى اثنين مارس ألفين وربعة وشرين ماستر كلاس كما تابعتم يعني كان عمل اللجنة دقيقاً جداً للغاية وفي جو من الحرية الكاملة والسرية التامة وكانت المتابعة دقيقة جداً نظراً لتقارب المستويات مما صعب الفصل في نتائج وكان هذا أثناء اجتماع المداولة في قصر الثقافة يوم واحد وثلاثين مارس الفين وعشرين في منتصف الليل وثلاثين دقيقة حيث احتوى جدول التنقيط لكي يكون السادة على العلم والسادة المترشحين حيث احتوى جدول التقييم والتنقيط على المعايير السبع الآتية القدرات الصوتية معرفة وحفظ النص التحكم في أداء النص والتحكم في الإيقاع وأصلية النص واللحن والحضور وشخصية المؤدي والهندام كما تعتبر لجنة التحكيم أن كل المترشحين جديرين بهذه الجوائز نظراً للمستوى الجيد الملاحظ لكن تشعل المسابقات والقوانين أن لكل مسابقات فائزين وأذكر كل وأذكر كل المترشحين أن الفائز تسمح لي سأعلن عن الفائز الآن لا لا عندنا أضريفة خلينا نصنع المفاجئة اليوم سي خالد ولهذا أصر على أن أذكر الفائز الفائز الأول في هذه الدورة أغنية الشعب وقاسية الملحون الجزائري خلعتنا قريب روحت أستاذ خالد شهلال بارك الله فيك أعطونا تحية كبيرة لأستاذ خالد شهلال تصل الأمانة بكل شفافيا أنا نطلب منكم تبقوا معيالي أنه نبدأوا بجائزة لجنة التحكيم هو المركز الرابع أنتم ما تسلموها أمامكم سيداتي سادتي الأضرف ونقول للزملاء الصحفيين بياكم كانوا يقولوا لطيني النتائج بشي قولوهم في الإداعات وكامل هذا ونحن عرف النتائج كيمانا كيمانتوما رح نبدأوا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وهي بمرتبة المركز الرابع وقلبي معكم الشبابين يحيط البرنوس بشي نكون خفيف قالوا لي ما تطولش لكن حب نطولنا خاصة في الاشي نديروا شوية سيسبنس نظن مستمتعتوش قابل حفل لكن سنأخذ النتائج أستاذ من دعم ما شو المرة الجاين وبدأوا في النتائج ما استمتعتوش قاعة على وما مقولوا لكم وقلوا الجمهور الكريم أنه هدية المهرجان سيكون معنا الشيخ سيختم هذا المهرجان حسيس ساعدتونا تحية كبيرة ليرا وفي الكواليز وبالتالي ما زال رح تستمتعوا مع الشيخ والحاجة المليحة أنه الفائز بالمركز الأول رح يدي القصيد ليشارك به في المسابقة لجنة التحكيم للطبعة الثالثة عشر للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي تمنح المركز الثالث أو المركز الرابع جائزة لجنة التحكيم الخاصة لي توقعوا صوت نسائي ولا صوت رجالي نسائي رجالي بعد جاج صبرية من مستغانم ألف ألف مبروك أطونا تحية كبيرة ولجنة التحكيم تتفضل لتقديم الجائزة لبعد جاج صبرية ألف ألف مبروك وللأمانة صبرية كيكملت المرة لفاتت المسابقة بكات وكانت خايفة أنه أدأتها ما كانش في المستوى لكن الحمد لله لجنة التحكيم أعطاتك مركز مهم وهو جائزة لجنة التحكيم الخاصة هذه الوردات ديروها بيناتكم سيدتي الأفاضل تفضل معي سي شلال تفضل معي سيدريس بنت الجزائر من مستغانم مدينة الشار الملحون مدينة سيدي الخضر بن خلوف واو هدية رائعة ما بيش ولا تعرضت تعزف عليها ولا لا ها صبريا تفضلوا إذن سيدتي سادتي لجنة التحكيم تمنح جائزة الجائزة الرابعة وهي جائزة لجنة التحكيم لبعد جاج صبريا من ولاية مستغانم ألف ألف مبروك صورة للذكرى مع أعضاء لجنة التحكيم صبرية واشتقول لنا بمناسبة هذا التتويج أنا تكشى عيدة بالتوضي بالمركبة الرابعة في هذا المركبة وحنا أسعد برك الله فيك شكرا يأتيكم الصحة برك الله فيكم شكرا لأسادة الأفاضل أعضاء لجنة التحكيم وألف مبروك لبعد جاج صبرية سعدوها تفضلكم شكرا هذا لنسعدها تفضلي صبرية ألف ألف مبروك ومباشرة نمر إلى المركز الثالث دائما قرارات لجنة التحكيم شفافة موضوعية وأمامكم أفتح الظرف تون إطالة لأن الصهرة مازالا متواصلة مع شيخنا حسيسا يلا لجنة التحكيم تمنح المركز الثالث لي من بين نذكر 17 مشارك يعني عدد لبس به من 12 ولاية من مستغانة من روحه إلى بيجايا ألف مبروك لقادري بالقسم من ولاية بيجايا وأسعد بدعوة السيدة وزيرة الثقافة والفنون سيد عبد القادر بن دماش للإشراف على تقديم الجوائز بمعية السيد عبد المجيد زعلاني رئيس البجلس الوطني لحقوق الإنسان ضيف شرف هذه المراسم بالقسم قادري من بيجايا يتوج بالمركز البرونزي ألف ألف مبروك إذن نعيش مراسم تتويج قادري بالقسم من ولاية بيجايا ألف ألف مبروك صورة للذكرى الدرع باقة من الورود وكذلك الشهادة ورمز أغنية الشعبي هذه الآلة لعندها خصوصية عند كل محب لهذا الفن الأصيل يلا بالقسم من فضلك سمحوا لي وشتقونا بالقسم لكل حال سعيد جدا بهذا البرئ لكل حال يجي يجي بري كنت رمز المزام إتالي من المستوى وأن بري لازم يكون بري صدب بطير كجس في النير من المستوى من المستوى من المستوى مباشرة هم هذا النوع الموسيقي تفضلي لتسلم الجائزة الثانية أطونا تحية كبيرة مفضلكم لمروة ألف أكيد أكيد هذه القيمة الكبيرة لكن مليح كذلك الدعم المالي محافظة المهرجان تم منح 20 مليون سنتيم للفائزة بالمركز الثاني ونقول المتحسن المركز الثالث والرباء يتحصلوا على 10 ملايين سنتيم ألف ألف مبروك صبرية وهكذلك بالقسم والمركز الأول 30 مليون سنتيم مروة صورة للذكرى مع السيدة الوزيرة يلا مروة وش تقولين أنا راني الزفر حانو وصحبت سنتيم ويعطيكم صحة وربي حفظت إن شاء الله ونشكر بزاة لبنين سحسين وشوف ثانيا ويعطيكم صحة ألف ألف مبروك وش رأيك استخبار خفيف سيدة الوزيرة ما حضرتش جسي في المسابقة ؟ مبروك 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 وبقي أن نتعرف على اسم الفائزة أو الفائز بالمركز الأول مبروك التحكيم اسم الفائزة أو الفائز حصر يلا صفحة وزارة تقفوا الفائز لونيسي محمد ياسين من عند دفلة ألف 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 مبروك ألف مبروك للونيسي محمد ياسين من عند دفلة تتويج بالمركز الذهبي بالطبعة الثالثة عشان للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي يكرم من طرف السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي رأية المهرجان وبحضور ضيف من ضيوب شرف هذه السهرة السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطبعا مع الأستاذ عبد القادر بن دعماش محافظ المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي لونيسي محمد ياسين يتسلم درع الجائزة الأولى باقة من الورود الشهادة الآلة الموسيقية وقيمة مالية تصل إلى 30 مليون سنتين صورة للذكرى مع لونيسي محمد ياسين بالإضافة إلى كل هذه الجوائز ركب معروض غدوة إن شاء الله في القناة الشبابية شوفوا غدوة إن شاء الله في القناة الشبابية عربع غربع شوفوا غدوة إن شاء الله شوفوا غدوة إن شاء الله المتوجة بالمركز الثالث وكذلك المتوجة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ألف ألف مبروك بالنسبة لي من لم يسعفهم الحظ في نيل الجوائز أنتم كذلك فائزين بالمشاركة في المهرجان وأكيد الأبواب مفتوحة للمشاركة في الطبعة المقبلة بحول الله أطلب الآن من بعد أكيد البتوج من ولاية بيجاية أطلب من كل المشاركين يتفضلوا لأخذ صورة جماعية مع السيدة الوزيرة والسيد محافظ المهرجان وأطلنا مفضلكم تحية تشجيعية للشباب لكان مستواهم كما قال مقر لجنة التحكيم أستاذ ياسين كانوا مستوى متقارب لكن هذه قواعد المسابقة أربع مراتب أذكر السيدات والسادة المركز الأول من نصيب لونيسي محمد ياسين من عند دفلة المركز الثاني للعرابي مروى من ولاية البوليدة المركز الثالث لقدري بالقاسم من ولاية بيجاية والمركز الرابع لبعجاج صبرية من ولاية مستغانا بالإضافة إلى الدرع وكذلك الشهادة وبقات الورود الفائزين يتسلمون قيمة مالية عشر ملايين سنتيم بالنسبة للمركز الثالث والرابع عشرين مليون سنتيم للمركز الثاني وثلاثين مليون سنتيم للمركز الأول صورة لأهل الصحة والآلام وصفحة وزارة الثقافة والفنون وصفحة المهرجان الثقافية الوطنية لأغنية شابي شكرا لكم جميعا أكيد نواصل معكم دائما هذه المراسم وسط حضور محبي الفن الشابي خاصة محمد عبروق أطلنا تحية كبير عليه المولوع بحضر معنا طيلة سهرات الميراجان حارس مرمى شباب بلكور وملعب أغنية الشابي وضيوف الشرف الآن أطلب من الفائز بالمركز الأول يتفضل للاستعداد لأداء القصيد مع الجوق الموسيقي بقيادة الأستاذ الهادي العنقة محمد ياسين تفضل المفضلك أذكر سيداتي سادتي بعد وصلت المتوج بالمركز الأول سنختم هذه الطبعة مع حضور شيخ من شيوخ أغنية شابي واحد من التلاميذ النجباء لعميد أغنية شابي الحاج محمد العنقة هو حسيسا سادي نرجو أن تبقوا معنا إلى آخر لحظة من عمر هذا المهرجان ولا بأس أن أذكر في هذه الأثناء سيداتي سادتي وأشكر كل المساهمين معنا في نجاح هذه الطبعة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قصر الثقافة مفدي زكريا الذي احتضن هذه الطبعة المحهد الوطني العالي للموسيقى القرض الشابي الوطني سونالغاز الوكالة الجزائرية للإشاعة الثقافي مؤسسة فنون وثقافة لملايات الجزائر المكتبة الوطنية الجزائرية والمركز الوطني للبحود في عصور ما قبل التاريخ علم الإنسان والتاريخ يتفضل معنا محمد يسين لونيسي من ولاية عندفلا المتوج بالمركز الأول تحية كبيرة لهم فضلكم تحية كبيرة لهم 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 اشتركوا في القناة 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 صلى الله علي صلى الله علي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربي فضلوا من جاب الدين والهداء صباح الانامي صلى الله عليه اشتركوا في القناة 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 خيروا في القناة اشتركوا 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 في القناة قال في إحدى تصريحاته أنه هو أكثر تلميذ نجيب كان يقرأ عنده بمرور الوقت وهو كذلك أستاذ الشيخ حسيسا سعدي أعطونا تحية كبير عليه لحنا نختم معه هذه الصهرة الرمضانية من المهرجات تحية أكبر من فضلكم شيخنا حسيسا سعدي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ناح نورك وفجالي محزني بيك نتبد الروح غلب تلف شيطان بيك صرط الصرح لهيباني ونبالي يا الصاير بيشرك عده لارمضاي بيشرك بالهانة السعد ونفاني يا الصاير بيشرك عده لارمضاي بيشرك بالهانة السعد ونفاني بيشرك بالهانة جميع الصائمين بيشرك بالهانة جميع الصائمين بيشرك بالهانة جميعا بيشرك بالهانة جميعا بيشرك بالهانة جميعا بيشرك بالهانة جميعا المترجم للقناة 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 اللي يعمل الخير الخير متقل لندرة يصيب الخير حكفي دار النعيب من يعمل الشر الشر متقل لندرة يصيب الشر حكفي دار الجحيل شين سبقت را قدامك بتباد توجد ويو بتكون تحب الأرض يتين يارب العرش الشافية عافية توجد ويو بتكون تحب الأرض 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 شاء تحب الأرض تبطر في صلاة على البشير لو له ما يكون نسبة ولا جاء لا كرسي لا قرار لا شاع الموليد موسيقى يا سعد لي مشا زارو تحيا وشتد في منذنو تسعد الخير يا ربي تبط الوقوف يا ربي تبط الوقوف أنا عرفة عدراعي بتوفي و القولة سعد بالخلوق يا ربي بجسور تقلم نشرح نشرح ستري مسير عمري ينزل موسيقى بجاح هو و بمؤيد الفلاح مجعلني مجور طائب البدر أنا و خبرتي و السمع دون صاح بجاعة من بزور والمدهين منهم الحنفي والصبر كمس والصبر كمس والله عني مدام تبصال ورد أصحب العشرة النور قد نطار نزلن جوبو اللياني قد مكان الحود في البحر يحوم قد السجدي الوزن اشتركوا في القناة قد بيبعدوم لهوان كل الزيز قد رانية سماعين من حبه الثالث في خاطر من هويت شعلت نار البيت وفدع لي شيء كوي في صبر ولالي يا ما بني وين 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 موسيقى 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 بعد الهبار اللي وطي مش عالية ما بخالي نسمع صدوكي بصابي صار هارب علي قدري سي بعد اللي كان سدي قيح ومعنا خيابي ما بخالي في الدنيا من دي الأمل بعد الهبار اللي ربيت مش عالية وحد ليام سقمت لويذ الحيران ما بخالي في الدنيا من دير أمان بعد الهبار اللي ربيت مش عالية يا المولار يا خالي خيب جهر سال أخذك العواد تتواب والتالغافور يا المدعان وترزق والتالغ يا العدل من عيد مومين عمر ألف كتاب من عيد مومين عمر ألف كتاب من عيد محانين بعد مين يبكي ومكا من عيد مومين عمر ألف كتاب من عيد مومين عمر ألف كتاب من عيد مومين عمر ألف كتاب كل يوم عيوني بزيبات من عيد مومين عمر ألف كتاب 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 على حوضيراني على حوضيرا محدد سوهيد سمالة للمغير شكرا 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 جزيلا شهنا برك الله فيك وأطلب فضلا من السيدة الوزيرة والسيد المحافظ يكرمونا شيخنا حسيس سادي برك الله فيك مسك ختام الطبع الثالث عشر بمجموعة من الكتب القيمة بقوا معنا للحظات فقط سيدتي سادتي نكرموه شيخنا حسيس سادي برك الله فيك ربي طول في عمرك وقبل ما نسمعه قوال آخر كما العادة فذلك أطلب من السادة الأفاضل أعضاء محافظة المهرجان الثقافي الوطني وليد محفوظ أستاذ بلعربي أستاذ بلروسي تفضلوا معنا لأخذ صورة جمعية أعضاء المحافظة عبدوا سيدة الوزيرة نخصورة مع أعضاء محافظة المهرجان وأطلب كذلك من السادة الأفاضل أعضاء تفضلوا معنا لأخذ سيدتي سادتي على الحضور شكرا للمشاهدين في كل مكان التسجيلات بالنسبة لطبع المقبلة تنطلق من الآن الطبع الرابع عشر للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي على رأسها الأستاذ عبد القادر بن دعماش شكرا لكل المساهمين شكرا لإطارات أمال قصر الثقافة مفدي زكريا سيد غيدا شكرا على احتضانكم للمهرجان شكرا لوزارة الثقافة والفنون على رأسها الدكتورة سوريا مولوجي نلتقي في الطبع المقبلة بحول الله صح صحركم صح عيدكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة